اشتركوا في القناة النهار ده بقى الحلقة بتاعتنا مليانة كده شوية حاجات هتعجبك قوي عندنا شوية مشروعات متنهية الصغر هنتكلم فيها عندنا مبادرات عندنا افكار لمشاريع عندنا ستات هيلة جدا 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 انا عايز اقول لكم ان فيه مبادرة قام بيها مكتب محاسبة المكتب ده اسمه مكتب الاستاذ محمد يحيا الشناوي اللي عامل مبادرة هيلة جدا 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 للستات البيوت هو خاصنا بيها برنامج ست البيت المبادرة دي حبيبي بتقول او بتقول ايه بقى ان انت لو حبيتي تعملي مشروع لازم نمشي بطريقة عملية شوية فبيقولك ايه اسأله اهل الخبرة فالخبرة بقى في المحاسبة انهو عامل بقى دورة تدريبية للمحاسبين وغير المحاسبين اه اتمنى طبعا رجم المبادرة ان شاء الله هتظهر على الشاشة اتمنى طبعا ان انتم تشتركوا في المبادرة دي هيلة جدا هتعلمكم ازاي تسوقوا شغلكو ازاي تعملوا حتى ولو كان المبلغ انتم هتبدأوا بمشروعكو صغير او كمان متنهي الصغر قليل جدا 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 مفيش مشكلة لان طبعا العلم بيوفر سبل ازاي تعملي الحاجة بالعلم بتوفر مجهود كبير لك اه كمان عايز اقولكو ان انا وانا ماشي كده ابني شاب طموح جدا يعني من زي ولادنا كده اه الشاب ده خريه كله التربية بصراحة وانا ماشي كده زي ما انتم شايفين دي زي ما انتم شايفين دي ابني بيعمل المنتج ده يدوي اه انا اشتريت منه دي لقيت مكتوب عليها اسمي فاشتريتها اللي هي نوتا وراء كده هو بيتحايل او بيفكر بيتحايل عني ازاي ما بيقوله بيتحايل على اكل العيش بيفكر ازاي يعمل المشروع من ما فيش دي اركت يا جماع اركت بس فكرة هيلة جدا جدا استوقفتني وانا بصراحة وعدتوا ان انا اجبها لكم كده تشوفوا ان شاء الله باذن الله يكون ديف من ضيوف حلقتنا في احدى حلقتنا يعني باذن الله ويوريكم الشغل بتاعه هيل جدا فهو نيس رمضان وشغل هيل جدا بالاركت هخليه كمان ازاي علموكم ده من احدى المشاريع الصغيرة اه طبعا بقى مش هنسى بقى كل المبادرات الجميلة اللي احنا عملناها طوال الحلقات اللي فاتت ومعانا حاببتي المعتدين على وجودها هي خلاص ما بقتش ضيفة من ضيوفنا لا ده هي بقت صاحبة بيت معانا الاستاذة عزة مدير تسويق شركة دلتا للمنظفات واستاذة عزة جايلكو بقى طبعا بالمبادرة اللي احنا كل اسبوع بنقولك عليها لان يا بصراحة من جمالها انا مش عارفة اقولكو ايه هي جميلة جدا 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 ومفيدة لستات البيوت خلي بقى استاذة عزة هي اللي تحكلكو عن المبادرة وتقولكم قطوات المبادرة ايه انا شكرا يا استاذ المجدد الله يخليك يا استاذ عزة حبيبتي انت الاجمل والله الله يخليك طبعا احنا بعد الحلقة كانت الاصداء جميلة جدا والستات اتصلت وان شاء الله نبقى نجيب نموذج اشتغل معنا اتمنى ونعرف الستات ازاي تواصلت معنا وازاي بدأت مشروحها وازاي بدأت تنجح ايوه انا جايبكي مسال النهاردة يا استاذ عزة عشان كنت عايزة مسال حاي بس يا الزروف ما سامحتش ان شاء الله في احدى الحلقات هنجيب بسال حايزة محضرتك قلتي ويبدأوا باذن الله يشرحوا وهم عملوا ايه بالزبط يا ريتك يا استاذ عزة تقولينا تاني المبادرة كانت بتنص على ايه احنا عاملين مبادرة للستات البيوت عبارة عن ان انت تبتدي معنا مشروع فغير احنا هنعملك تسهيلات فيه يعني سيه مثلا لو قلنا 400 جنيه هنبتدي بيها هتدفع 200 و 200 بتسهيلات لما تبتديك بيعي هنعتبر ان المتين دول ماشيين معنا يعني انت احنا مش هنحصلهم لان احنا هتغدي وهتشتغل هتغدي وتشتغل وده اللي حصل بالفعل من ساعة المبادرة ستات كتير كلمتنا وستات كتير استلمت بضاعتها وبدأت تسوق وبدأت تشتغل جميل جميل الى جانب احنا عاملين منافسة قوية قوي بالجودة وبالسعر جميل يعني احنا منازلين المنتج جيد جدا ممتاز جدا تعبئة جيدة جدا آمن جدا وفي نفس الوقت السعر منافس جدا فده سهل لهم مشروعهم انه هم لو اخدوا حاجة ويشتغلوا فيها في المنافسة اللي في السوق مش هيشتغل فالستات شكرت جدا في الموضوع وبدأت يقوله لأصحابها فاحنا حبنا ننوه تاني عن موضوع اللي حب تبتدي مشروعها معنا من خلال مبادرة رئيس مجلس الادارة استاذ محمد استاذ محمد عبد العيل ايوة هو حب يقدمها للبرنامج دي كانت خاصة بالبرنامج ايوة نزلت على الموقع وعلى الصفحة وكان ماشاء الله كمية تعليقات وكموليتات كانت هيلة جدا 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 قام بها ستات البيوت وكانت نمازج مشرفة جدا لانهم بالفعل ببلغ قليل جدا جدا يا جماعة عملوا مشروع يعني انا ما اقولكوش من ما فيش فوق 200 جنيه 200 جنيه ايه يعني لا وماشاء الله اشتغلوا يعني كمان اشتغلوا وكسبوا بسرعة يعني محتاجتش تقعد شهر او شهرين اللي هتبتدت بيها لا باعت على طول لجرانها وفينا فيه ستات نزلت على المحلات كمان بس انا حابة انوه ان احنا طبعا ستات كتير سألتنا وكان فيه كتير تليفونات علينا ورسائل على الصفحة ان المنتج مش متواجد في المنطقة فلانية ايوا احنا بنحب نفهمكم ان ان شاء الله احنا بنفتح وكلا موزعين جداد تغطي ان شاء الله المحافظات كاملة جمهورية كلها كلها ايوا بإذن الله وبرضو لو حد حابب بيبقى وكيل اموزع لنا يتواصل مع الادارة هننزل رقم استاذ عادل سليمان مدير البيع في المصنع عايزين نفتحهم كمان بالمنتجات عبارة عن ايه يا ري اه لا ياريت ننزل الصور كده صورة صورة كده مع بعض وهنبدأ نشرح الصور مع بعض عبارة عن ايه المنتجات اللي احنا بنتكلم عن تمام اتفضلي اموزع بس فيعني لو حد حابب بيبقى وكيل اموزع يتواصل مع مدير البيع استاذ عادل سليمان وهو هيوصله للإدارة المسلولة اتفضل ان المنتج ده اللي احنا بنتكلم دلوقتي في سائل منظف أطباق وهو في سائل منظف أطباق وفنيك وكلور وغيره فيه الكولور المبيض كلوريتو فيه كلوريتو ألوان فيه فنيك فيه فلاش وفيه موزيل دهون هيرو ايوة جميل جدا جميل جدا والأسعار جميلة جدا والأحكام جميلة جدا وعايزين نقول كمان ان الحاجات دي مفيش بيت بيخلع بيت يعني كلنا بنستخدمها يوميا دي أساسي ده ده المحلات والمدارس والمستشفات والمصارع انت بتتكلمي عن منتج أساسي وأساسي في التوقيت اللي احنا فيه يعني انت لو تكلمت عن نظافة دي أول حاجة دلوقتي لازم أي حد فينا يهتم بها صحيح عندك هنا شو فيها كده أستاذ عزة عندك هنا الصور عندنا هنا ده بست ده بست كم 750 جرام 750 جرام ايوة سعر أستاذ عزة ده هو للمستهلك بتمانية جنيه بس التاجر التجزئة أو تاجر الجملة بيكسب فيه في الكارتونة من حوالي 16 لعشرين جنيه حسب طبعا العقد اللي بيعمله معانا او الكمية تمام عندك ده ايه ده الفنيك والفنيك خلي بالك 500 ملي مش 250 تمام ده بيقول في الصوم 52 10 جنيه للمستهلك وبرضو فيها همشرب حوالي 20 جنيه للتاجر 20 جنيه للتاجر هتوصل معانا للمستوى وده حضرتك لا ده مش متواجد حاليا ده ده ايه ده اللي هو المناعم الملابس مناعم الملابس بس برضو الشركة بتنتجه ممكن يبقى موجود يعني هو مش موجود حاليا بإذن الله هو الفترة دي بس احنا اه تمام ايه تاني حضرتك ايه تاني بالنسبة للكلور بقى عندك بتقول للك ده هيرو ايوة ده هيرو ده اللي نوهنا عليه ده اللي هو مزيل الدهون ده مزيل الدهون قوي جدا وسعره منافس جدا ده بخمسة جنيه مستهلك تمام مافيش يعني خلي بالك مزيل دهون وبالتجربة بالسعر ده صحيح صحيح خمسة جنيه للمستهلك هيرو دانية اللي كل من جمع عشر اغلفة المسابقة بقى ده للمستهلك العادي اي مستهلك هو بيجمع عشر استيكر من على اي ازازة بس يكون وهياخد بها بنفس النوع ازازة هيلوح له اقرب تاجر تجزئة او محل منظفات ده بالنسبة للمستهلك اي مستهلك اما بالنسبة للتاجر لا التاجر كل عشر كارتين كارتونة ما هو ده بيجي فيها مشارك ده زي بونس مثلا اه ده بيدي له بونس عشان نحفزه تمام تمام ده هيرو وبسعره قلتلي سعره كم كل سعره اللي جربته شقرت فيه جدا مزيل دهون اسطح والبتجازات والشفطات بينضب خوز جدا خمسة جنيه ده كلوريتو ده كلوريتو على فكرة ده للمستهلك بخمسة جنيه اه كم الخمسة جنيه اللي عبوة كم جرام؟ اللي عبوة لتر لتر كامل وتركيز اكتر من خمسة في المية برضو ده بالنسبة للكوريتو وفيه كلوريتو الوان كمان طيب بقول لحضرتك بقى دلوقتي انا ست بيت عملت المشروع مش بس ممكن اسوق الي جراني انا كمان ممكن اعمل بيتج والبيتج ديت وانا عادة في البيت مع فوس الولاد اسوق اسوق المنتج عادي جدا من خلال البيتج وتكون اسهل لا وهو الالاين دلوقتي تشغال كواز جدا احنا طبعا مش عايزين ننسى ان المبادرة بتاع استاذ محمد عبد العال استاذ محمد عبد العال مدير البيع مش عايزين ننسى غير المبادرة اللي هم عاملينها دي كمان يا جماعة عندنا شركتين كانوا هيلين جدا 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 قدموا برضو قدموا وظايف كتير انا هقولها لكم بقى باذن الله بس بعد الفاصل نروح فاصل ونيجي وقولكم كمية الوظايف والمشاريع المتناهية الصغر اللي احنا هنقولها ان شاء الله بعد الفاصل باذن الله انتظرونا موسيقى ورجعنا لكم بعض الفاصل ومعايا بقى مش ديوفي هما معدوش ديوف هما بقوا صحاب بيت حبيبي هاجر هاجر وصارا دول معدوش صحاب بيت هما صحاب بيت يا جماعة بجد حبيبي هما بصراحة بيعملوا مجهود هيل جدا وعندهم قبضيت على طول يعني الجروب بتاعهم يخليني متشوق دايما اشوف الجديد هو الاسبوع اللي فات اتكلمنا على الجبنة بتاعها وياريتني نزل صور الجبنة اللي يا جماعة هم عملونا طاج المكارونة الاسبوع اللي فات كلنا يعني اقول لكم ايه كنا خلاص هنأكل بقى الطاج النفس خلاص اه اه احنا الجبنة كانت هيلة جدا هتشوفوا صور الجبنة والمطة بتاعيتها قد ايه كانت جميلة كمان البنطين العسل دول كمان النهاردة جايب لنا بقى مش جبنة بس النهاردة بقى السوسات وشوية حاجات بقى ايه ياريت انتو اللي تتكلموا عنهم بقى يعني ازايك الاول يا سارة ازايك هاجر الله يخليك يا حابتي طبعا انتو مع التجيو في النهاردة انتو بقيتو سحبية وانا بصراحة مقدرش استغنع عنكو صراحة يا حابتي انا عايزك يبقى تكلميني سريعا كده عشان احنا متأخرين ايه احنا متأخرين الحمد لله حابتي الحمد لله اه الجديد بقى اللي عندك اه والله انا اخر فترة اخر مرة اتكلمنا فيها مقدرتش ان انا اوضح للناس ان احنا محتاجين موزعين عشان اقدر اخلي المنتج يتعرف بصورة افضل وبالفعلا عندي موزعين على فكرة انا عندي في الشرقية وعندي في شرم الشيخ وطنطة وبنى ومنوفية مش عايزا انسى اي حد فيهم منصورة مش عايزا انسى اي حد فيهم لان موضوع ان انا يبقى عندي موزعين في محافظات ده اولا انا يفتح بزنس كتير وجديد للستات وده وده هدفي في البرنامج ان انا بغفر فرصة عمل للست احنا تيم ستات جامد اولا انا عايز اقولك انا عايز اضيف اكتر كمان للتيم لان المرة فلت حقيقي كانت اول مرة هوا بقى فمت وطرة انا عايز اقولك ان احنا مش بس ولنا وهاجر وبابا وماما ومستفى وعمل كمان ما هي حماية وحماية وصنفتي الموضوع طوي احنا مسكين جزء شرقية واحنا مسكين جزء القاهرة انا عايز اقول ان هو موضوع ممتع جدا ان ان انت تبدأي يبقى ليكي مشروع خاص لان زي ما احنا عارفين ان الوظيفة لا تحمي من الفقرية بس مجرد ان هيا بتخليكي ما تبقيش فقيرة ولكن ما تبقيش غنية هي بتوقفك في انك تكفي احتياج واحنا مش عايزين كده وده اللي انا عايز استفاده منك على فكرة ان ان انت خابير التسويق ده اللي انا عايز استفاده منك كمان تحديدا يعني مش بس ان ان انت تعراضي المنتج بتاعك وقد ايه هو هايل وطلبك لا كمان انا عايزك تقوليلي ازاي الست البت تسوق منتجة وده اللي انا عايزة يعني الفت النظر له اكتر ياريت يعني يا سارة تلفت النظر له اكتر واتفاهمينه اكتر في موضوع التسويق هي نقطة الترويج انا لازم يكون عندي حرفة ان انا اروج منتجي طب ده بيقف على ايه اولا اقتنعي بالشيء لو انا مش مقتنعة به مش هقدر اقتنع اللي قدامي به يعني لو انت وانت بتبيعي حطه في دماغك انا هبيع ده هيتبيع ولا مش هيتبيع هيعجبهم ولا مش هيعجبهم يعني انا لو مثلا دلوقتي عرضت عليهم الفكرة ما ممكن يستغلوه ما ممكن يبقى في غيري بيبيع طول ما انت بتفكري بطريقة ناجتف ده هي افاكت اصلا على اللي انت بتعمليه برضو بطريقة سلبية فاقتنعك بالشيء هيخليك تقدر يتوصليه بنفس الطاقة الايجابية للشخص اللي قدامي والله يا سارة انت كلامك هيل جدا وممكن انا بحبك بس للاسف تأخيرك عالدائري هو اللي عطى للحلقة واضطرني كمان على فكرة في الاول طبعا مش عشان طبعا احنا اتأخرنا عالدائري والكلام ده مش هننسى طبعا نرحب بمدام غادة معانا مدام غادة يا جماعة بتامل مشروعات بقى متنهية الصغر يعني انا عايز اقول لكم كمية مشروعات هيلة جدا 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 الست دي عاملها وكانت عاملها على القناة عندها انا بصراحة فرجت عليها لفتت نظري لانها فعلا ممكن من غير رأس مال خالص لو خمسين جنيه معاك في البيت هتقدر تعملي مشروع ياريت يا مدام غادة سريعا لان ما عطش معايا غير اربع دقايق تحديدا نتشرحي لي كده المنتج يعني يعني الاول ده ده كان الاول بيجي من الصين تمام تمام حاجة بسيطة جدا حاجة زي كده بصوا حضراتكم اه دي هنا ارقام دي حاجة بسيطة جدا بتمشي قوي في الدراسة والمدارس والحضرات 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 والألعاب استفزني قوي انها بتجي من الصين معناها حاجة بسيطة يعني مش مستهلة يعني زي دي استوردها يعني اه صحيح يعني بداية فكرة القناة استفزازي من حاجات المنتجات بسيطة جدا احنا ممكن نسمعها وممكن اي واحدة بالزبط طبعا الحكاية بسيطة جدا انت بتجي بفرخ الفوم لو مش بتوفر دلوقتي في بدايتك مش قادرة بتشري مكانة بتروحي لحد عنده مكانة بينزلك عشر فروخة فوقت واحدة طبعهم لك حضر صغير طب التكلفة والبيع سعر التكلفة وسعر البيع ده اللي يهمني يعني هامش الربح كبير جدا تلات تربع تلات تربع تلات تربع يعني مثلا لو فرضنا ان انا رأي سنالي 100 جنيه اكسب قصاده يعني انا لو حطيت 100 جنيه في المشروع ده اكسب قد ايه تكسبك 75 جنيه يعني لا يعني 75 جنيه فوق المية فوق المية فوق المية على طول في حاجة تاني الهالج بتاعه الفارغ بتاعه ده الفادي الفنوس ده بيطلع وردات وبيطلع حاجات اه يعني اتطلع من بها عرايس اه سحيا ما شاء الله اه بديها مشروع تاني ماشاء الله اه برضو من دول الافكار وهنا كمال بنفس الفكرة نفس الفكرة برضو فوق بصوا هنا بصوا هنا نفس الفكرة بصوا بلناخدها نقطعها ونلزع عليها استكار عايز اوريكم ايوة الاولى بالسلكون دي بنعبيها جبس ايوة ممكن نحط بجنبها علبة الوان بتتبع على ان الطفل يلونها انا هنا انا شايفة ان انا عايز اوصل لست البيت ان مفيش حاجة حبيبتي اسمها مستحيل عندك هنا مادام غدا بتقولك مشروع رأس ماله خمسين جنيه او ميت جنيه ميت جنيه تاني قصادة خمسة وسبعين جنيه وانت قاعدة في البيت بوست اولادك حاجة زي دي بنقولك بنجيبها من السين هي الست شاكرة عملت هالك مصري بامكانيات بسيطة جدا 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 ولو في اي استفسار فيه رقم هنا بيظهر على الشاشة تقدري تتواصلي معنا نقولك ازاي تقدري تعمليه مشاريع السهلة وبسيطة عندنا الجاملتين سارة وهاجر عندهم مشروحهم الهايل كان نفسي قاعد معهم اتكلم معهم اكتر من كده بس الدائري طبعا هو اللي عطالهم بصراحة يعني عندهم كمية منتجات هيلة جدا انا عايزيك تخش الجروب بتاعهم التاني الجروب بتاعك اسمه ايه؟ موزاريلا جستو موزاريلا جستو نكتب بالضبط كده عربي او الا انجلس موزاريلا جستو هينزلك هينزلك وعندنا طبعا الجميلة بتاعتي مش حبيبتي يعني خلاص يا صاحب البيت برضو مادام عزة عندها برضو نزلة بالمبادرتين اللي هي نزلة بيهم ومش عايزين ننسى كمان المبادرة اللي انا قلت لكم في بداية الحلقة مبادرة الاستاذ محمد يحيل من الشناوي اللي هو صاحب مكتب استشارات محاسبية بيعمل دورات محاسبية لكل ستات البيوت اللي عايزة تعمل اي مشروع والله يا حبيبتي انت لو عايزة تعمل لي حتى مشروع زي ده تكلفته 100 جنيه تقدري لازم تستعيني لازم تستعيني بحد زو خبرة يعلمك الراجل عامل مبادرة يعني ده بيختص بها برنامجنا هو شاكر على المبادرة دي بيقول لكم انا اقدر اساعدكم في ان انتوا ازاي تقدروا تسوقوا شغلكم بالاضافة لازاي كمان تقدروا تحسبوا حسابات لان حتى لو المبلغ بسيط تهاجر لازم برضو يبقى في ادار انت طبعا ست اكاديمية وفاهمة اني لازم العلم برضو بيساعد على واحنا برضو اي تفسار محتاجين يستفساروا عنهم قرارات مشروعات ابداعية اي تفسار في اي مدين انا برضو حيانا الانستات بيكلموني عندهم افكار جديدة بس مش عارفين يروحوا فين ويجوا منين او يبدأوا منين برضو احنا يعني هتفضل عندنا عندنا برضو هنا زي ما قلت لحضراتكم كده مشروعات كتير هنا برضو زي مش عارفة دي هنا دي مشروعات خاصة جديد خلاص محدش تتلم فيه قبلنا مشروع الالعاب الشعبية الالعاب دي رخيصة جدا وممكن تعملي منها افكار كتير قوي يعني البيضة دي بتتفتح ممكن تحطي جواها اللعابة وتحطي جواها مراملة جدا طب انت تتلمي انا اللي همين بالحاجات دي انا اللي هميني اي حاجة رخيصة يومين دولار ايوة ايوة تعبي 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 العاب وحاجات حلوة وتبيعوا نفس الفكرة كده اه دي زي اللي احنا مش عايزين نقول اسمها اللعابة البيضة اللي بنجيبها للولاد غالية بتبقى مثلا بتعدي خمسين وستين جنيه اه احنا بنعملها احنا بصوا يعني بصراح احنا بنتحدى المصورة انتحدى المصورة ممكن نحط كواها لعبة تانية سفارة اي لعبة تانية بتدي العب بيها برضو نفس الفكرة فيه كرة الفانوس مثلا برضو فيه هنا لو حدثت الفانوس فيه فانوس ممكن نحوله الميدالية ممكن نخليه نور ممكن نخليه يعمل أغاني رغم أنه هو لعبة بسيطة جدا اللولي ده حضرة الجايباء سريعا اللولي برضو موضوع الحزازات الخرض دي سهلة جدا وعليها طلب رهيب يعني إحنا عندنا واحد بنزل بها شغل مشغل معه أكثر من مئة ست موضوع الحزازات الخرض الموضوع يا جماعة شايد جدا ومشارعات متنهية الصغر دي عايزة لحلقات وحلقات عندنا كمان عندنا كمان منتجات الجميلتين صارة وهاجر محتاجين حلقات وحلقات لأن بصراحة البنتين دولا يعني بيعملوا مجود هايل جدا وعندهم قبض دي دي جاي يعني بصوا خشوا كده الجروب هتلاقوا دايما ناشط جدا 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 ما شاء الله تبارك الله أرقام كمان موجودة على الشاشة أرقام صارة وهاجر اللي عايزة تواصل معهم طبعا جروب بصوا زي ما احنا اتفقنا وعندنا كمان الجميل حبيبتي عزة عندها طبعا مبادراتها الهيلة اللي احنا ياما قلنا عليها في خلال حلقاتنا مبادرة ست البيت الشطرة أنا سميتها ست البيت الشطرة هما كانوا مسمينها ست البيت أنا ضفت عليها الشطرة أنا لازم طبعا أحط بصمتي أيوة مبادرة ست البيت الشطرة لأن فعلا أنت في البيت بتعملي كل حاجة وعندنا مادام غادة طبعا رقم المبادرة موجودة على الشاشة وعندنا كمان مادام غادة مشروعاتها الجميلة متناهية الصغر يا جماعة مش عايزة اقول لكم بخمسين جنيه تقدروا يتعملني مشروع دي حاجة يعني حيلة جدا 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 ومعنا الراجل اللي بيقول لكم انا اعلمكم ازاي تسبطوا شغلكم يعني انا بصراحة والتسويق كمان معنا يعني يا جماعة انا كان نفسي اعود معاكم اكتر من كده بس طبعا وقت حلقتنا انتهى وطبعا تاني برهب يعني بشكركم جدا 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 على وجودكم حبيبي سارة وهاجر مدير تسويق شركة جستو مدام عزة مديرة تسويق شركة دلتا المنظفات واستاذة غدا تحياتي يعني لكم واتمنى ان شاء الله ان شاء الله تتابعوني كل حد بإذن الله على قناة الصحة والجمال وعلى قناة مجدى شرف ببرنامج ست البيت تحياتي الف سلام